هل أتى على الإنسان حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من لطفة أمشاج نبتديه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ذنهريرا وجانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سرسبيلا ويطوف عليهم وردان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم نؤلعا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإذ تبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر إثم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما تقينا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدينا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر